اهلا بكم في مجزي الاخبار من قناة حلب اليوم الجيش الوطني السوري يعلن عن احباط عملية تسلل لقوات قساد على محور نهر الساجور بريف مدينة جرابلوس شرقية حلب مواقع قوات النظام في مدينة ترفعة شمالية حلب تتعرض للقصف من قبل طائرة مسييرة تركية بصاروخ موجه تزامنا مع قصف بدفعي تركي لنقاط قريبة من القوات الروسية وفق وكالة زيتون وفاة القيادي السابق في الجيش الحر وعض لجنة درعى المركزية اياد بكر متأثرا بجراحه الخطيرة التي يصيب بها بتفجير عوة ناسفة زرعها مجهولون امام منزله في بلدة نمزيريب غربية درعى وازمة مياه تعيشها السويداء بعد خروج تسعة ابار عن الخدمة في محطة الثعلة المغذية للمدينة بسبب الاعطال وفقا لشبكة السويداء 24 ووصول اكثر من 1900 طفل الى هولندا دون ذويهم خلال العام الجاري بهدف طلب اللجوء معظمهم قادمون من سوريا بنسبة 47% وفق صحيفة تراو الهولندية السلطات الفرنسية تعتقل فرنسيا سوريا بتهمة التواطئ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب للاشتباه بتزويده دمشق مكونات لتصنيع السحة كيميائية استخدمت في سوريا بحسب وكالة فرانس برس اشتركوا في القناة